السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغرب وبريطانيا مروكن اند بريتيش إلى جانب الارتفاع الذي سيشهده الدخل السنوي هناك ارتفاع أيضا سيمس واجبات التغطية الصحية لتأشيرات بريطانيا ابتداء من شهر يناير 2024 حيث أعلنت الحكومة في الثالث عشر من أكتوبر من العام الفين وثلاثة وعشرين أن هناك ارتفاع في واجبات التغطية الصحية سيدخل حيزة التطبيق في مطلع العام الفين واربعة وعشرين هذا التغيير الذي سيطرأ على واجبات التغطية الصحية سيمس أغلبية المتقدمين لتأشيرات بريطانيا بنسبة ستة وستون في المئة إذن متى سيبدأ تطبيق هذه الزيادات المرتقبة؟ تم إقرار هذا التشريع من طرف البرلمان في السادس عشر من يناير من العام الفين واربعة وعشرين وسيبدأ تفعيله في السادس من فبراير من العام الفين واربعة وعشرين إذن ماذا تعني عبارة NHS؟ NHS أو التغطية الصحية بتعبير آخر هي أمر ضروري بالنسبة لجميع المتقدمين وغالبا ما يتم آداء هذا المبلغ إلى جانب واجبات الأبليكيشن عندما تؤدي واجبات التغطية الصحية تكون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحية تأشيرتك حيث يمكنك خلال هذه المدة الاستفادة والولوج إلى خدمات National Health Services أو NHS أي الخدمة الصحية الوطنية الأفراد الذين سيستفيدون من الاستثناء من آداء واجبات NHS هم المتقدمون لتأشيرة السياحة European Settlement Scheme وربما الناس الذين قدموا لفاي ويفر أي الإعفاء من آداء واجبات التغطية الصحية وتم قبول طلبهم وغالبا ما يكونون هم الأشخاص الذين يتلقون المساعدات ويقدمون عن طريق Adequate Maintenance أيضا أكد الهوم أوفيس أن الأشخاص الذين يعملون بالنظام الصحي سيتم إعفاءهم من الواجبات كذلك أيضا الأشخاص الذين يقدمون لتأشيرات أقل من 6 أشهر سيكونون معفيين من آداء واجبات NHS إذن ما هو السبب الذي جعل الهوم أوفيس يرفع من واجبات التغطية الصحية؟ الهوم أوفيس لم يرفع من الواجبات المادية الخاصة بالتغطية الصحية منذ 2020 ويعلل ذلك بأنه تم الرفع منها الآن بسبب الضغوطات التي يواجهها النظام الصحي وكذلك النفقات المرتفعة التي يجب على نظام الصحة توفرها لتأمين الخدمات للمقيمين أو المتقدمين لهذه التأشيرات إذن ما هي قيمة الواجبات التي ستتم إضافتها إلى التغطية الصحية؟ حاليا قيمة الواجبات بالنسبة للبالغين تبلغ 624 باوند سنويا وبالنسبة للأطفال تبلغ 470 باوند سنويا وبعد تفعيل القرار ستصبح قيمة الواجبات بالنسبة للبالغين 1035 باوند سنويا وبالنسبة للأطفال 676 باوند سنويا وكمثال توضيحي لنفترض أن السيد Y سيقدم لتأشيرة زواج مع طفل إذن بالنسبة لتأشيرة عامين ونصف ستكون التكلفة كالأتي بالنسبة للأب نضيف 1035 باوند زائد 1035 باوند زائد 517.5 إذن ستكون التكلفة بالنسبة لعامين ونصف 2587.5 باوند بالنسبة للطفل لدينا 776 باوند زائد 776 باوند زائد 388 باوند إذن المجموع هو 1940 باوند إذا قمنا بجمع المبلغ مع بعضها سيكون المبلغ الإجمالي هو 4527 باوند إذن هل يمكن التقديم قبل تفعيل القرار؟ نعم يمكن التقديم قبل تفعيل القرار والذي سيتم مع مطلع شهر فبراير حيث سيكون من المتوقع أن تكون قيمة الواجبات الخاصة بالتغطية الصحية لا زالت على حالها إلى ذلك الحين إذن أصدقائي كانت هذه حلقة مهمة عن واجبات التغطية الصحية والتغيرات التي ستطرأ عليها إذا كان لديكم أي أسئلة لا تنسوا مشاركتها معنا في التعاليق شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته